بعد يومين وإن كان البعض يعتقد أنه بعد ثلاثة أيام يعني الجمعة هذه ستمر الذكرى 52 لاغتيال أحد عظماء هذه البلاد أحد رجالات هذه البلاد أحد الثوار الكبار وهو محمد خيذر رحمه الله كان بعض التقارير تقول أنه قتل في فجر ربع يناير جونبي 67 ولكن لعل الأرجح أنه قتل في نهاية يوم ثلاثة جونبي 67 وكان يوم من أيام رمضان وقتل مباشرة بإطلاق الرصاص عليه داخل سيارته كانت معه زوجته حينما اقتل غدرا في مادريد بإسبانيا فإن محمد خيذر كان عمره 55 سنة أقل من 55 سنة محمد خيذر هو من مواريد بسكراء في 1912 وقضى تقريبا كل عمره بعد العشرين سنة من العمر في محاولة تحرير البلاد وينقاذ البلاد في 1934 كان ضم للحزب الاستقلالي آنذاك وهو نجم شمال إفريقيا معروف نجم شمال إفريقيا حلة في سنة 36 من طرف الاستعمار وجاء بدل حزب الشعب الجزائري بي بيا وكان محمد خيذر أحد عناصر الناشطة داخل بي بيا ولذلك اعتقله الاستعمار الفرنسي مرة أخرى في سنة 41 وعاد اعتقاله وأطلق صراحه تقريبا في نهاية 44 وعاد اعتقاله بعد الأحداث الشهيرة أحداث 8 ماي 45 باستطيف ولكن أيضا ومن أجل استمالة الوطنيين آنذاك خاصة الاستقلاليين كان محمد خيذر من الذين انتخبوا في ما يسمى بالجمعية الوطنية في الجزائر في السنة وربعين أي في البرلمان الاستعماري لأول مرة يسمح للجزائريين المشاركة فيه وكان محمد خيذر أحد عناصره طبعا هذا الوضع كونه أصبح نائب لم يغير من قناعات الرجل الذي تأكدت وترسخت مع الأيام وكان أحد المساهمين في المنظمة السرية لوس وقد استخدمت سيارته آنذاك باعتباره برلماني وسيارته لها حصانة كاملة استخدمت في نقل أموال التي تحصل عليها الثوار كانت آنذاك لوس طبعا كان بنبلة وكانوا آخرين أي تحمدوا غيرهم واللي كان يحتاجوا الفلوس باش يبدأوا العمل المسلح فاستاو على أو أخذوا الأموال من لابوست أو أهران طبعا كشفت القضية فيما بعد وكشفت دور محمد خيذر رحمه الله وكانت السعمار الفرنسي كان ينتظر فقط نهاية العهدان تاعو باش يرقوا عليه القبض وقد أمره آنذاك الحزب حزب الPPMTLD اللي كان حقيقة يشهد بعض الانقسامات خاصة بعد انكشاف أمر لوس بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة أمره بتسليم نفسه لكن الرجل رفض وحسنا فعل رفض وانتقل عن طريق سويسرا إلى القاهرة وهناك بدأت مع آخرين في تشكيل ما سيعرف فيما بعد بالوفد الخارجي لجبهة تحرير وكان هو اللي قاد الجبهة جبهة تحرير في الـ 54 أي أنه كان نستطيع أن نقول أنه كان من الثلاثة الذين قادوا الثورة في الخارج وهم أحمد بن بلى أي تحمد ومحمد خيذر رحمهم الله جميعا بدأت الثورة اندلعت الثورة محمد خيذر يلعب دور رئيسي في العلاقات الخارجية وفي محاولة جمع الأموال والسلاح انطلاقا من مصر ويكون في الوفد اللي كان راح زار الملك محمد الخامس يومها وأيضا كان لقاءات معروفة على ذاك على الوحدة المغاربية على تشكيل وحدة المغرب الكبير بعد استقلال الجزائر ويحضر ذلك المؤتمر ولكن في العودة معروفة قصة الطائرة التي خطفت وكانت أول طائرة فيما أعتقد تخطف في العالم خطفتها فرنسا الديمقراطية جدا في أكتوبر الخمسين كان إذن من بين الزعماء الخمسة كما عرفوهم بحقيقة أربعة وهم محمد خيدر أحمد بن بلى أي تحمد وبوظيف ولكن كان معهم الخامس اللي هو كان سكرتير الوفد ولكن عموما عرفوه في التاريخ بمجموعة الزعماء الخمسة طبعا يظل في القبضة الاستعمارية حتى 19 مارس واتفاقية إيفيان ويعود محمد خيدر للعمل السياسي مثل أخوانه بوظياف أي تحمد بن بلى ولكن الخلاف سرعان ما يدب داخل الوفد هذا بالذات في حيننا وجدنا بوظياف وأي تحمد كانوا معارضين لبن بلى ولجيش الحدود محمد خيدر رحمه الله كان ممن ساندوا جيش الحدود وساندوا بن بلى وبالفعل دخلوا للعاصمة في صيف 62 على أساس أنهم ينفذون ما عرف أنا ذاك بإرشادات أو بقرارات مؤتمر طرابلس مع ذلك وبالرغم أنه في الحقيقة أخذ الموقف انتاعه مع جماعة بن بلى إلا أنه ظل دائما يحاول أن يجمع الأطراف المتخاصمة وكانت هناك لقاءات عديدة سرعان ما دب الخلاف داخل جماعة أحمد بن بلى أنفسهم وفي 63 يشتد الخلاف بين محمد خيدر وأحمد بن بلى ويقطع علاقاته محمد خيدر تماماً مع جماعة بن بلى بومدين آنذاك ويبدأ في المعارضة الشديدة لهم ثم يغادر البلاد غادر البلاد وحاولت تنظيم المعارضة الخارجية خاصة بعد وصول أي تحمد أيضاً بعد مغادرته هو وبوظياف كلاهما أي تحمد إلى سويسرا وبوظياف إلى المغرب إذن ثلاثة مما عرف آنذاك من زعمال خمسة واللي هما أربعة في الأصل سيكونون كلهم ضد حكم بن بلى وبو مدين وسيواجهون هذا الحكم طبعاً يحدث انقلاب بجوان 65 ويفرح المعارضين من أنه ربما الإطاحة بن بلى بالحكم الفردي الدكتاتوري اللي كان مارسو أحمد بن بلى فإنهم يبدوا في اتصالات مع ابو مدين ولكن الحقيقة الخلافات كانت أكبر من أن تسد ويصبح محمد بوظياف واحد من أكبر المعارضين إلى جانب أي تحمد وبوظياف يصبح محمد خيذر إذن يصبح أحد كبار المعارضين لحكم بو مدين حكم بو مدين يقرر آنذاك من أن من بين الحلول اللي مع دمهمش في الداخل فإنه لا حق في الخارج وفي مثل ليلة بعد غد ثلاثة يناير في الليل يقوم جزائري بإطلاق الرصاص على محمد خيذر رحمه الله وينهي حياة مليئة بالنضال أكثر من 35 سنة من نضال من أجل استقلال الجزائر وعلى الرغم من أنه عرف فيما بعد والقت القبض للسلطات الإسبانية على القاتل إلا أن الاتصالات التي جارت ما بين حكم بو مدين والدكتاتوري الإسباني آنذاك فرانكو ولمصالح بين الحاكمين فلم يحاكم قاتل محمد خيذر فيما أعرف وظل هذا الموضوع شبه سر حتى تفجرت فيما بعد خاصة بعد 88 بينما بدأت تبدأ وتعرف بعض القصص الحقيقية لما حدث لكبار الثوار من تسعة نستطيع أن نقول عليهم هم آباء الثورة الجزائرية لهم ستة في الداخل وثلاثة في الخارج نجد أن واحد فقط واحد فقط هو اللي نجى وظل في الحكم حتى استقال وهو ربح بيتاتور بينما ديدوش مراد العربي بن مهيدي مصطفى بن بولعيد لقوا مسرحهم على يد الاستعمار سواء تحت التعذيب أو في تفجيرات واغتيالات فإن الآخرين وهم أيت أحمد بوظياف خيذر أحمد بن بلاء كلهم في واقع الأمر وكريم بالقاسم هذا الخمسة أربع اثنين اقتلوا وهم محمد خيذر في سبعة وستين وكريم بالقاسم في أكتوبر سبعين وبوظياف قتل كما تعرفون على الملأ في جوان تنين وتسعين بن بلاء قضى وقت طويل من عمره داخل السجن من خمسة وستين إلى تقريبا ثمانين أو واحد وثمانين وأيت أحمد ظل شريدا وطريدا من بلده اللي ساهم منذ صغره أيضا في الدفاع عنه هذه الاختيارات السياسية هذه واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في تاريخ الجزائر تاريخ الثورة ثم ما بعد الثورة الجمعة الماضية كانت جمعة عبر رمضا رحمه الله اللي قتل خنقا في تتوان في المغرب في 27 ديسمبر 57 أنا ذاك جريد المجاهد بكل أسف وألم كتبت من أن المناضي الكبير الأخ الرفيق عبدالرمضان مات في ساحة الوغاء مات في ساحة الحرب مع الاستعمار كتبت هذا الكلام في 158 بعد أكثر من خمسة أشهر على هذا الاغتيال الرهيب والمرعب لنفهم من أن عقلية الكذف الحقيقة تأسست منذ زمن بعيد ومن أن الثورة الجزائرية اللي هي تعتبر واحدة من أعظم الثورات اللي شاهدتها البشرية في القرن الماضي إلا أنها إلا أن بعض القائمين عليهم في الحقيقة أقدموا على اغتيالات وعلى كوارث ندفع ثمنها الآن إذا كان عبدالرمضان رحمه الله قتل بسبب شعارين رئيسيين آنذاك وهو أولوية الداخل على الخارج وأولوية المدني على العسكري فإن الآخرين كلهم قتلوا تقريبا بنفس السبب على قضية الدولة دولة العادل والقانون دولة المدنية وعلى رفض الدكتاتورية سواء كان القائم بها إنسان مدني كما كان في حال بن بلى أو إنسان عسكري كما كان فيما بعد بتحت ضروف حكم بومدينة هذه المعركة اللي خذوها هؤلاء الرجال هؤلاء الأحرار يخذها الشعب الجزائري اليوم ويخذها لأول مرة كل الجزائريين الأحرار ووشدد هنا على كلمة الأحرار نساء ورجالا كل الجزائريين الأحرار يواجهون دولة العسكرية التي عبثت في البلاد التي أدت إلى فشل هائل في البلاد يواجهونها مرة واحدة لأول مرة تكون الخصومة شعب ضد نظام دكتاتوري ذو واجهة مدنية ولكن دو عمق دو عمق عسكري لأول مرة تكون الصورة واضحة المعركة واضحة طبيعة الصراع واضحة أكثر الأشياء اللي يخطئ فيها الناس هنا حينما يخطئون في طبيعة الصراع وبالتالي يخطئون في من هو العدو العدو في الحقيقة ودون أن يتمثل في أشخاص هو الهيمنة الطغيان الدكتاتورية لأن من الدكتاتورية ينشأ كل فساد ينشأ كل خراب ينشأ كل ضياع ينشأ كل ظلم وهو اللي عشناه ومازال وراءنا نعيشوه ونعيشوه ولذلك هذه المرة كل ما يحدث نقاشات سوى معكم مباشرة هنا أو مع بعض إخواننا فنقول لهم هذه المرة على قناعة الراسخة رسوخ الجبال شعب سينتصر لأن المعركة واضحة لدى الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري القضية واضحة لدى الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري وهي شعب يريد أن يقرر مصيره شعب يريد أن يحكم بلده شعب يريد أن لا تكون هناك ضغمة مجموعة كمشة حفنة من الأشخاص هي لتقرر مصيره وهي لتتخذ القرارات الاستراتيجية بدل عنه وهي اللي يتحكم في الواجهة المدنية اللي يفترض أنه هو انتخبها أو هو أراه مرضي عنها هذه هي طبيعة المعركة وهذه هي اللي يجب أن نغلطوش فيها